تعالوا نشوف تصريحات بقى لعبي فريق فلومنينسي البرازيلي قبل مواجهة النادي الآن عشان تصريحات أيضا مهمة جدا يجب أن نحلم بأشياء كبيرة أنا سعيد وأريد أن أشكر الله على هذه التجربة لكن كما تقول مع اقتراب الساعات من المباراة التالية فإن القلق يتزايد أيضا أنا هنا للمساعدة وأريد المساعدة ندرك أن الأمر سيكون صعبا لأن هذه البطولة صعبة للغاية لكننا نريد أن نتعامل معها خطوة بخطوة نحن نركز فقط على المباراة الأولى في نصف النهائي أريد المشاركة ومساعدة الفريق كما قلت هذه بطولة معقدة للغاية يجب عليك خوض مباراة تلو الأخرى ستكون المواجهة صعبة نحتاج إلى إظهار أفضل مستوى لدينا أفضل نسخة من فلومينينسي في الوقت الحالي هناك مباراة فقط متبقيتان ومن الناحية النظرية يقول الجميع إن الأمر أسهل ولكني أعتقد أنه سيكون صعبا على أي حال في عام 2025 سيكون الأمر أكثر صعوبا لأنه سيكون هناك عدد أكبر من الفرق الأوروبية وستكون أيضا بطولة تنافسية للغاية يحاول الجميع الفوز بها نسيب الأهلي مؤقتا وكأس العالم للأندية كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي بإذن الله يسعد لنهاية كأس العالم ويحاولي حلمي فريق مصري يواجه بيب جورديولا في بطولة رسمية يا سلام يا سلام هتقولي يعني خلاص منشستر سيتي هيكسب الروا الياباني هقول لك غالبا يعني غالبا يعني وده منشستر سيتي النهار ده لسه أخذ خبطة قبل ما يسافر خبطة تقيلة يعني خبطة تقيلة تقيلة يعني خبطة تزعل يعني كان كذبات نين واحد وآخر الوقت كريستاب بلس يتعادل اتنين اتنين عشان يوصل منشستر سيتي تعصراته في الدوري الإنجليزي